موسيقى التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة حيث أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات موسيقى وأعقب ذلك توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد جلالة السلطان مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم بسعة مائة وسبعة ألف مصلي موسيقى كما تفقد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وهي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط دينة الفنون والثقافة اللي إحنا في قلبها في الأوبراء الأوبراء مبنى الأوبراء ده نقدر نقول أكبر دور الأوبراء في الشرق الأوسط بحيث أن عدد المقعد الموجودة بها حوالي ألفين وامتين مقعد للجمهور ماشا كما تضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركستر الموسيقية والمكتبات والمتاحف مثل متحف العاصمة ومتحف الفن موسيقى 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 هذا وقد كان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في وداع جلالة السلطان هيثم ابن طارق سلطان عمان بمطار قاهرة اشتركوا في القناة